زي ما احنا متعودين مع حضراتكم كده نروح نشوف عادات وتقاليد الناس في رمضان برا مصر ويعني هنبدأ النهاردة نتعرف على بعض التقوص والأكلات اللي بيشتهر بيها لشهر الكريم في دولة بنجلادش وهناك بيكون موجود على ترابيسة الفطار وجبة أشاسية لازم تكون موجودة وهي الرز بالكاري وده طبعا بيعتبر من أشهر الأكلات اللي موجودة عندهم جنب الرز بالكاري فيه طواق تاني اسمه تشاوك وده نوع من المعجنات اللي بتكون مقلية في الزيت وكمان فيه وجبة تانية اسمها بوالو ودي مقادرها بتكون سمنة وجذر وبسلة وفاصولية وعليهم شوية توابل كمان المسلمين في بنجلادش بيقدم أعظم وقتهم في العبادة وإراية الكرآن والذكر والدروس الدينية في المساجد وخصوصا أنه موائد الفطار عندهم بيكتمع عليها كل أفراد الأسرة وبيبدأوا الأول في الدعاء الجماعي قبل ما يكلوا أي حاجة دي لتشاوك دي غالبا السامبوسك بتاعتنا بس انتون تبقيوا المقادير ديهم تمهيل بقى ورع وقلق مكتبة رأيسة الكل لكن تخطف في الناس كده ما الحيتش تكتب حاجة عشان يبقى صفرة بكرة بنجلادش طيب من بنجلادش لكمبوديا هناك أشهر الأكلات اللي ممكن تلاقيها على تربيسة الفطار هو الرز بالبتنجان المحمص طبع الرز ده بيعتبر طبق الأساسي والرئيسي على الفطار كمان فيه أكلة هتلاقيها على تربيسة الفطار اسمها صلطة اللحمة طبع ده مشهور جدا هناك سريع التحضير وصحي كمان بالمناسبة أبرا عن لحمة مفرومة معصور عليها لمون وتوم مهروس وعشاك ومن كمبوديا نروح لقيساغستان واللي فيه أشهر الأطباق عندهم الموجودة على تربيسة الفطار اسمه بيش بارماك ودي عبارة عن رقائد كده من العجين وعليها لحمة ضاني وبيتزين الطبق بعد ما يتسوى بأعشاب خضرة زي اللي احنا عارفينه بقى الكسبارة والحاجات دي وتلاقي كده عندهم على تربيسة الفطار كمان طبق اسمه البلوف وده عبارة عن رز بعجين محشي باللحمة ومحشي بالخضار ومقيدة الفطار كمان بيكون يعني من الحاجات المميزة لها أصناف فاكهة وطبق حلويات مشهور عندهم اسمه تشاك تشاك وده عبارة عن عجين وعليه عسل نحل أنا جعبت لا ولأسماء كمان انت بتقوليها يعني البلوف ده ولا بيش بارماك ده اسماء غريبا محتاجين ندور على طريقة العمل الأكل ده ونجربه بس حلوة يعني رقائق من العجين واللحمة من الضاني اه عجبتك طبعا طالما اللحمة الضاني خلاص